جلسة طارئة للمجلس التشريعي في غزة دان خلالها النواب المشاركة العربية في مؤتمر إعلان الصفقة وعدوها طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية كما طالب الحكومات العربية بقطع علاقاتها السياسية مع الإدارة الأمريكية ودعوا الشعوب العربية إلى محاربة التطبيع والمطبعين في سفراء عرب حضروا هذه معرة وهذه عبارة عن خزي لهذه الدول التي بعضها ساهم بالمال وبعضها يساهم الآن بالسياسة نحن لا نعلق أمال على هذه الفترة من النمو ما يسمى بالصهيونية العربية النفير العام لمواجهة صفقة القرن وعقد لقاء وطني جامع للفصائل الفلسطينية وملورة برنامج سياسي موحد دعوات أطلقها نواب المجلس المطالبين السلطة بوقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بإسرائيل لابد من تشكيل حكومة الطوارئ الفلسطينية بشكل عاجل لابد من أن يكون هناك خطوات عملية نحو إجراء الانتخابات لابد من أن يكون هناك اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمضامة التحرير به كل فصائل الفلسطينية والقوة الرئيس اليوم طالب أن يوجه هذه الدعوة بأقصد سرعة ممكنة وتعبيرا عن حالة الغضب الشعبي الرافض للصفقة أعمى الإضراب الشامل كل أرجاء القطاع تسقط صفقة القرن الشعب الفلسطيني لن يبيع ولا يفرط بخضية الفلسطينية ولا نرضى أن نتنازع عن قدس عاصمة لفلسطين يجيون في يوم وليلة يجي ترامب يقسم إرث هو إله ولا لن يخلفه إذن كان هم أولا بريطاني متفقين على الشعب الفلسطيني لن تمر أي صفقة لن تمر أي صفقة على الشعب الفلسطيني اللجنة المتابعة للقوى الوطنية أكدت استمرار المواجهة مع الاحتلال حتى إسقاط مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية فشل صفقة القرن كما فشلت من قبلها مشاريع التسوية الأمريكية مسألة وقت لا أكثر كما يؤكد الفلسطينيون الذين يشددون على تمسكهم بحقوقهم وثوابتهم الوطنية أحمد غنم غزة الميادين